عشرون منظمة دولية ومحلية تعلق عملها في الضالة خبر تداولته وسائل اعلام نقلا عن مصادر في المحافظة بعد ساعات من استهداف هاجمات ارهابية لمقرات منظمات دولية في تفاصيل الاستهداف هاجم مسلحون مجهولون مقر منظمة اكتد بقذائف الار بي جي ثم عودوا هجومهم عبر هاجمات منفصلة استهدفت منظمة انقاذ الواقع بالقرب من مستشفى التضامن ومنظمة اكسفود في منطقة حبيل جباري ومنظمة تنمية المرأة في منطقة نشام قرب مستشفى النصر العام الهجمات التي خلفت اضرارا بالمباني دون ان تسفر عن سقوط قتلى وجرح تترك خلفها جراحا اخرى وتساؤلات تبحث عن اجابة في واقع مثخن بالجراح فلصالح من يتم استهداف المنظمات والجمعيات سؤال اختار البعض التريث في اجابته انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات لكن التحقيقات تحتاج في نظرهم لحضور فعلي للحكومة الشرعية لا لحضور شكلي قد يستخدمه اخرون للتغطية التريث الذي فضله فريق من الناشئين رأى فيه اخرون تريثا لا يناسب الوقاع المتسارعة على الارض مستهدفة الايقاع بوطن باكمله لا بالضالع فقط ولعل ضمن كتابات هذا الفريق ما نشره الصحفي عبدالرقيب الهدياني متسائلا من يستهدف المنظمات قام رئيس المجلس الانتقالي بالضالع شخصيا بمنع فعالية اليونوسيف وانزال لوحاتها بيوم الطفل العالمي ومنع الانتقالي فعالية اخرى لوزارة حقوق الانسان وثالثة لوزارة الشباب ممولة من اليونوسيف يضيف الهدياني في تغريدة اخرى مؤشر حكم الانتقالي اكبر عملية اجلاء وتعليق من نوعها تشهدها محافظة يمنية عشرون منظمة دولية ومؤسسة وجمعية علقت اعمالها بعيدا عن جدلية السؤال من قام بالهجوم ومن يقف خلف من قام بالتحريض تبقى الحقيقة التي لا جدال فيها ان المواطن البسيط هو المتضرر من كل عمل ارهابي ويبقى حق هذا المواطن الذي يستحق الاولوية المطلقة الشعور بالامن وهو حق يجب على الحكومة تحقيقه لاثبات حقيقة الحضور على الارض اما الطريق الى الحضور فيدركها من يفقه ادنى ابجديات الحياة فالحضور يكمن في غياب كامل لجماعات الموت وميليشياته اشتركوا في القناة